يسعدنا الآن الحديث في تطورات المشهد على صعيد سياسي عربي ودولي فيما يتعلق بالحرب على قطاع غزة معنا هنا في الأستوديو دكتور علي الدين هلال الوزير السابق وأستاذ العلوم السياسية دكتور أهلا بك معنا سعداء جدا بوجودك معنا هنا أهلا بك حازم أهلا بك البداية من تطورات المشهد الآن سياسيا الحديث عن حراك الآن يبذل من قبل مجموعة من الدول على رأس الولايات المتحدة الأمريكية جمهورية مصر العربية من أجل العودة مجددا إلى التفاوض الحديث عن هدنة إنسانية من قبل إسرائيل يتخللها مجموعة من الإجراءات بموجبها يتم الإفراج عن مجموعة من المحتجزين حركة حماس والجهاد الإسلامي والفصال الأخرى يقولون لا هدنة إن لم يتم وقف هذه الحرب على وجه التحديد كيف يمكن قراءة هذا المشهد ما بين الفصائل وإسرائيل أولا أهلا بيك وشكرا على الدعوة الكريمة أهلا وأنا عايز أضع المشهد ده في سياق أكبر فضلا السياق الأكبر أنه في البداية نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي قال ما فيش تفاوض مع حماس وإن على حماس أن تسلم المحتجزين لديها بدون مفوضات وبدون مباحثات فأنا عايز أسجل أولا لا الآن إسرائيل بتتفاوض مع حماس وحماس تشترط وإسرائيل تقبل وترفض وتتفاوض أثنين أن إسرائيل تتعرض لضغوط شديدة أبرزها أنها لم تحقق حتى الآن هدف عسكري محدد وإذا كان هناك انتصار فهو انتصار على المدنيين العزل وعلى المستشفيات وعلى المدارس وعلى هيئات الأنروا الحاجة الثالثة أنه بتخدأ أهم انتصار حدث للقضية الفلسطينية عودة القضية الفلسطينية إلى صدارة المشهد نعم وأعتقد هو ده اللي حماس تريد أن تبرزه أن أنا مش عايزة أدخل في هدنة أخرى أسبوع عشر تيام حتى أسبوعين يتم خلالها تبادل بعض الأسرة هنا وهناك ثم يعود الأمر إلى ما كان عليه أنا أريد أن يكون المباحثات وإذا حدث هدنة هدنة مستمرة وقف إطلاق النار وقف إطلاق النار يعني فتح الباب لأفق سياسي لحل القضية وهذا يدفعنا للتساؤل دكتور عن أوراق القوة التي تمتلكها الفصائل الفلسطينية وعن المعطيات الجديدة التي دفعت إسرائيل للحديث مجددا عن صفقة يمكن عقدها مع الفصائل أول أول وراء الضغط أنها لم تهزن بعد كان الرهان يوم يومين أسبوع أسبوعين شهر شهرين لم يحدث وكان الحديث في الأسبوع الأخير على أنه ضعفت قدرة المقاومة على إطلاق السواريخ النهاردة في الصباح على تل الأبيب الكبرى أعداد كبيرة من السواريخ أطلقت وتم إطلاق رشقة صرفية رشقة صفرات الإنذار إذن اتنين يعني يتقل ساعتها سيطرة الجيش الإسرائيلي على شمال غزة وبعد أن نكتشف أن المعارك بازالت مستمر وأن نكتشف أن بازالت فيه جنود وضباط إسرائيل بيقتلوا إذن المعطيات على الأرض تغيرت لصالح الفصائل لصالح الفصائل إضافة ذا بقى إلى أشياء أخرى استبرارهم في الاحتفاظ بين المحتجزين أدى إلى تزايد الضغوط السياسية والشعبية على لتانيا من الأسر المظاهرات لتوقف اتنين ضغوط حتى أشد حلفاء الولايات المتحدة بريطانية يقولوا طب قلل عدد الأيام طب قلل حجة القتل لا يوجد أحد راضي تماماً عن الأداء الإسرائيلي يبدو فيه حديث مفروض حسب الأخبار أنه يُعقد النهاردة في المساء اجتماع من مجلس الحرب وقابله وزير الأمن الداخلي قال أي تفكير في وقف الحرب حيضب الاستقال الاستقالة يعني حل الحكومة لأنها لن تكون مالكة للأغلبية ده معناه كل إن هو يبادر بهذا ده معناه إن عنده معلومات أو عنده مخاوف إن نتنياهو أو جزء من الحكومة بتفكر جدياً في هذا الأمر في كل الأحوال المقاومة ما زال لديها أوراق ضغط أهمها كما ذكرت استمرار القتال إلى متى استمرار القتال والتكلفة الباهظة على صعيد إنساني يعني الموضوع ليس فقط متعلق بالمقاومة دكتور تعرف واقع قطاع غزة شمالاً حتى الجنوب يعني هناك أعداد كبيرة من النازحين المستشفى تخرجت عن الخدمة في شمال غزة بشكل تام الإعدامات الميدانية حركة النزوح أجواء البرد في جنوب قطاع غزة في رفح الناس في الشوارع يعني هل لدى المقاومة في تيكتيكيها الذي اتخذته وإعلان هذا السقف لا تفاوض مع إسرائيل إلا بوقف هذا العدوان هو في اتجاه الصحيح بالنظر إلى المعطيات الأخرى على الأرض المتعلقة بالشق الإنساني والضغط الإسرائيلي في هذا الميلة؟ نحن في قلب حرب نعم في تصريحات بتتقال ربما في في المفاوضات الحقيقية نعم أخذوا شد آراء وآراء أخرى يعني عايز أقول يعني أنت لما تشوف حتى إسرائيل حتى يجد كلام على المفاوضات والهدنة في نفس الوقت وسط مسؤولين وضباط جيش الحرب مستمرة إلى مال النهاية حتى يتم تحقيق أهداف إسرائيل أنا عايز أقول نفس الشيء أقول يعني المقاومة وحماس أثبتت قدرات عسكرية وقدرات دبلوماسية كبيرة يعني تقول من باب المناورة يمكن أن يكون ذلك التصريح بالضبط ويمكن أن يتغير موقف الفصائل بطريقة أو بأخرى أحسن دليل على كده إذا كنت فيه مفاوضات في القاهرة كان فيه مفاوضات في قطر يعني مفاوضات في ورسو وزير الخارجية الإسرائيلي من يومين راح قبرص كل الحاجات دي بتشير إلى أن فيه يعني زي ما المصيب له طبخة في شيء بيعد ماذا تتوقعها؟ يشوفك الكلام بيقوله مثلا على الأسبوع الأول من يناير يتم التوافق على طبعا ما فيش طرف حيحقق الانتصار الكامل يعني في أي مفاوضات وفي أي حرب في النهاية المفاوضات بتبحث عن الحل اللي يرضي جميع الأطراف بقدر معقول بقدر معقول كل طرف أحسن اللبنانيين عندهم تعبير لا غالب ولا مغلوب أو رابح رابح لو بحرح شمال أفريقيا نعم نظر حل كل من الطرفين يستطيع أن يقدموا على أنه قد حقق جزءا من أهدافك تمام ما هي أهداف حركة حماس الآن من هذه المفاوضات باعتقادك والفصائل الأخرى؟ وهل هذا السقف يمكن أن يحقق؟ طبعا أنا رأيي منظمة حماس في الظرف اللي هي فيه وأخزم في الاعتبار الحقيقة عدم التماثل في القدرات العسكرية بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في نهاية الأمر مهما أوتي لهؤلاء الأبطال من قدرات ومن سلاح لكن فيه حقائق موضوعية على الأرض الدبابات الطائرات البوارج الحربية مع طول المدة لا حتنهك إذن هدف حركة حماس فيه تقدير واحد يعني إذا انتهى القتال ينتهي بشكل مشرف لا يكون هناك استسلام صورة نصر صورة نصر اتنين من الأرجح أن قادة حماس يدركون أنه من الصعب للغاية عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل سبع أكتوبر في نفس الوقت حماس لن تقبل على أي صعيد تذكره سياسيا سياسيا وعسكريا يعني تغيرت المعدلة كلها يعني أنا عايز أقول أخشى ما أخشى إن بعد فترة حد يقول أن غزة أصبحت منطقة غير قابلة للحياة هي غير قابلة للحياة الآن تم الإعلان عن ذلك حتى قبل الحرب يعني كان الإعلان إنه عام 2020 لن يكون هناك حياة في قطاع غزة بطريقة يعني آمنة بطريقة بعيدا عن الحرب تخيل جاءت الحرب فجادت الأمور إن ذلك أمور سوءا سواء مساكن مدمرة مستشفات غير موجودة مدارس غير موجودة الأثار النفسية اللي حقت بجيل من الأطفال واليافعة نعم فالشكل اللي كان موجود في قطاع غزة قبل سبع أكتوبر تغير حيث فيه برضو تفكير لستفكير فلسطيني يعني أنا لا أنصاق وراء الأفكار التصورات الإسرائيلية والتصورات الأمريكية لإدارة قطاع غزة بعد الحرب فبنقول أولا وهذا الموقف المصري السابت إنه مفيش تصور لمستقبل غزة بعيدا عن مستقبل الضفة الغربية نحاول نتحدث عن مستقبل الفلسطينيين ومستقبل الشعب الفلسطيني سواء في الضفة الغربية أو غزة إذن الحديث عن المستقبل الكل الفلسطيني في هذه الحرب التي لم تستثني أحدا بالمناسبة موضوع الضفة الغربية التي ذكرت والتعريج عليه مهم جدا فيما تعلق بالحرب الإسرائيلية حتى على الضفة الغربية اليوم نادي الأسر الفلسطيني تحدث عن أكثر من أربعة ألاف وخمسمائة معتقل في سجون الاحتلال منذ السابع من أكتوبر فقط في الضفة الغربية الحديث عن أعداد الشهداء تجاوز ربما المائتين شهيد منذ السابع من أكتوبر في مدن الضفة الغربية استهداف مدن ومخيمات بعينها تدمير بناء تحتية يعني هذا المشهد مشهد الربط ما بين قطاع غزة الضفة الغربية ما مقالاته بس أقول قبل كده الحرب الإسرائيلية على الضفة الغربية سبقت الحرب على غزة إحنا من شهر يناير أخي حازم لا يمر أسبوع دون اقتحام الجيش الإسرائيلي في أحد المدن في أحد المخيمات في جينين في نابلس في نابلس طولكرم مش بس اقتحام عسكري ومهانة للفلسطينيين إذلال وتدمير مش بس تجويع اقتصادي إذلال نفسي يعني تحقير وده بيبان في كثير من الممارسات تمام حطب أبعد تاني إجرام المستوطنين في الضفة الغربية وقيمهم بأعمال عسكرية بشكل ميليشيات نعم بموازنة الجيش وبعلم الجيش وبتشجيع من الغفير إلى درجة أمريكا وفرنسا وبريطانيا هذه حلفاء إسرائيل الكل تحدثوا رسمياً عن ضرورة وقف أعمال الإرهاب الذي يقوم بالمستوطنون وأمريكا وبريطانيا أخذوا قرارات يتعلق بإعطاء الفيزات لهؤلاء المستوطنين أياً كانت جنسياتهم إذن الوضع في في يعني الوضع في غزة وضع عسكاري حربي مدمر مروع في قسوة في الضفة الغربية في هذا الوضع إضافة الجانب النفسية قلت عليها إذن هذا مشهد مختلط إسرائيل خلقته واقعاً ما الذي تريده إسرائيل وهنا النقطة نعم تهجير الفلسطينيين تهجير إلى أين؟ الضفة الغربية إلى الأردن وغزة إلى مصر وده تفهمته مصر والأردن مبكراً الأردن قال هذا يصبح إعلان حرب ومصر قالت ده خط أحمر يعني الدولتين ولما نجد سواء في خطابات الملك عبدالله والرئيس السيسي هنجد بشكل مستمر لغاية النهاردة لقاء الرئيس السيسي مع وزير الخارجية ديفيد كاميرون موضوع التهجير القصري غير مطلوب التهجير القصري يعني الرئيس السيسي له تعبير هي فكرة غير قابلة للتحقق ولكن الوقائع على الأرض دكتور الموقف المصري كان واضح منذ البداية رفض هذه المخططات الإسرائيلية لكن على الرغم من الرفض هناك حركة نزوح كبيرة من الشمال إلى الجنوب ما رسائل إسرائيل من خلال رفض حتى مواقف العربية الداعمة للفلسطينيين الرافضة لأي مخططات لإخراجهم من أرضهم شوف إسرائيل أعتقدنا بتهدد إنما هي لو أقدمت أنا استمعت إلى حديثك مع الأخ الفاضل الوزير سفيان هو قال شي أنا أعتقد في صحيته قالك معركة خان يونس هي آخر المعركة معناها إيه؟ لن تنشأ معركة في رفح نفسها المعنى إن المعركة في رفح بالمعنى دوت طلب من الناس الإفراغ منازلهم الدخول بالدبابات يبقى لا محالة بتجبرهم على الترحيل إسرائيل لن تقدم على ذلك باعتقادك لأنه هيبقى تهديد مباشر لمعاهدة السلام مع مصر الموقعة في 79 وبدأ حتلاقي بعض المتحدثين المصريين وأنا منهم قلت إن ما تقوم به إسرائيل الآن هو تهديد وانتهاك لروح معاهدة السلام لأن هذه المعاهدة في أكثر من مادة لها تنص على إيه؟ يلتزم الطرفان بالحفاظ على أمن وسلامة الحدود ما تقوم به إسرائيل النهاردة هو تهديد لأمن وسلامة الحدود هل يعني كل شيء وارث في السياسة هل في لحظة يأس ومغامرة مغامرة حتهدد به نص الاتفاقية؟ يعني أنا بأتمنى إنه لا تصل إلى هذه الدرجة لأن العواقبها هتبقى وخيمة جداً ما هي هذه العواقب؟ شوف أنا هاخد من تعبير قاله المندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة قال لقد طفح الكيل أنت تعرف طبعاً أن على مستوى المندوب الدائم الخطبة تبقى مقرة من مستويات عليا لقد طفح الكيل وبالتالي كل البداء المفتوحة كل البداء المفتوحة نعم في شق سياسي في هذه القضية مصر لها وزن وثقة كبير جداً تؤثر في العديد من الملفات إيجاباً تعمل على حل حالتها ومحاولة إيجاد صيغة ما توافقية سواء كان في قطاع غزة الضفة الغربية ملف المصالح الفلسطينية وتحديداً أيضاً علاقة مع إسرائيل في هذه المرحلة تحت الحرب ما الدور الذي يمكن أن يلعب الآن على صعيد اليوم التالي للحرب كثيراً ما تحدثوا عن هذه الجزئية إسرائيل تحدثت الولايات المتحدة بعض الدول الغربية مؤسساته من نظمات دولية ما رؤية مصر باعتقادك لليوم التالي لانتهاء هذه الحرب ونتمنى أن يكون ذلك قريباً إن شاء الله لأنا لا أستطيع أن أتحدث بإسم الدولة تتوقع التوقع بتاعي يعني شكل اليوم التالي حيتوقف على شكل نهاية الحرب لحنا نتمنى أن الحرب تنتهي وتكون المقاومة الفلسطينية في قوتها وقادرة على استمرار القتال لا بتوقف القتال لأنه تم الوصول إلى تفاهم سياسي اتنين رقم واحد ترتيب البيت الفلسطيني ومن ثم العلاقات بين الفصائل وتحديداً فتح وحماس وإشراك حماس في منظمة تحليل فلسطيني وإنه في أقرب وقت ممكن يكون هناك برنامج وطني فلسطيني نعم يعني مصر لا تضع نفسها وصية على الفلسطينيين إنما هي بتخلق الظروف والمناخ اللي يقرب لهم من خبرتها الدبلوماسية من خبرتها السياسية من تعاملها مع الإسرائيليين على مدى سنوات طويلة إنه من المهم جداً وده حيؤثر كثيراً على أي أفق سياسي في المستقبل إعادة ترتيب البيت الفلسطيني تمام مسئولية فلسطينية في المقام الأول خد بالك أيضاً بقى بمكرد وطق في الحرب حيث في أيضاً إعادة ترتيب البيت الإسرائيلي إن يوم ما تخلص الحرب سيد العزيز كل القناة أنت شايفهم دول حيقفوا أمان محاكمة بتهمة التراخي والطراخي وأهمال العمل والفشل العسكري والاستخبارات يوم سبعة هذا الحديث إسرائيلياً إسرائيلياً لكن ما لو تحدثنا عن ما أشرت إليه قبل قريب إعادة ترتيب البيت الداخل الفلسطيني وكأننا نتحدث عن إنه لا وجود لإسرائيل في هذه المعادلة أنت تعلم تماماً إن إسرائيل كانت مستفيدة من القسام الداخل الفلسطيني وشجعت ودعمت وشجعت ودعمت سياسياً وبالمال أيضاً هذا كان معروف عندما كانت وشجعت ودعمت في لحظات ما كانت تدخل الأموال إلى حركة حماس عن طريق السفير القطري وتأتي من تل أبيب إلى قطاع غزة لكن كان يذهب عن طريق معبر إيرز كان أمر واضح تحت حماية إسرائيلية لكن لكن دكتور يعني هذا الأمر هل تراه قريب المنال؟ يعني إسرائيل هل تعتقد أنه حتى بعد هذه الحرب ستسمح مثلاً بإنجاح ملف المصالح الفلسطينية؟ هل ستسمح بإشراك حركة حماس التي تصنف اليوم إرهابية سواء كان في إسرائيل أو في عديد الدول حول العالم في منظومة سياسية؟ ما الذي حينها سيتغير بالنسبة للفلسطيني؟ هذا أمر فلسطيني لكن عايز أقول فيه صياغات دبلوماسية يعني وأنا لن أقبل إن إسرائيل تريد الحكم علي يعني أنا أرفض سؤال إنه هل إسرائيل هتسمح للفلسطينيين هم يتقربوا عضوه البحر؟ لا هذا أمر الفلسطيني لكن هذا واقع دكتور واقع واقع ليس كذلك حتى لا ننكر الواقع من الذي يستفيد اليوم من الانقسام إسرائيل طبعا إذن إسرائيل لها دور لها دور بس سيد العزيز بس إن في ناس مننا بتقبل أن تلعب هذا الدور يعني إسرائيل بتنجح في عملها بالقدر الذي نسمح لها فيه نحن الفلسطينيون بهذا الأمر إذا إذا تحلينا كلنا بروح وطنية قدمنا المصلحة الفلسطينية الوطنية على مصالح حزبية مصالح فئوية مصالح فصائلية دور مصر بقى بش في كده إسرائيل الرافضة كان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ساعة سبعة تقريبا كان بيقول بيقول الرافض هو هو في الأول خالص كان بيقول إيه إسرائيل حتى تولى السيطرة الأمنية على القطاع بدأ اهتزاز الموقف ده وقال لك ممكن إدارة مدنية فلسطينية بس مش من نظمة التحريص مش من نظمة التحريص وقال تعبير هيئة فلسطينية مستقلة نعم هيئة فلسطينية مستقلة لوح طبعا بيسمع لكن بجروري يقبل أو يعني يرضى إذن هنا في رضاء أو على القل قبول مبدئي من جانب إسرائيل بأن الفلسطينيين يتولون أمورهم أي فلسطينيين وتحت أي اسم وتحت شعار دي قضية الفلسطينيين وقضية مصر تساعدهم في الوصول إلى الصياغات السياسية والقانونية المقبولة تعتقد أن حماس سيكون لها دور في المرحلة المقبلة؟ حتى لو خرج المشهد الفلسطيني عن سياقاته الحالية وكان هناك صورة انتصار كما أشرت وهذا في أفضل السيناريوهات أن تنتهي الحرب قريباً ويتم الإعلان عن صفقة ناجحة بين حماس إسرائيل أو الفصال الفلسطينية وإسرائيل إذا حماس أعلنت بشكله واضح لا يقبل اللبس بدون سياقات ابن المسيح نعم نحن نقبل أسله نحن نقبل إقامة دولة فلسطينية بجوار دولة إسرائيل ونحن نلتزم أن إذا إسرائيل لا تهدد أمن فلسطين فنحن أيضاً لن نهدد إذا صدرت هذه الرسالة القوية ونحن على استعداد لتقبل مختلف الإجراءات التي تضمن أمن البلدين أمن البلدين في هذه الحالة لا أعتقد أن لا أمريكا ولا غيرها حيبقى عندهم حجة كافية لإطلاق تعبير إرهابية أو غيره على حماس نعم نعم بمعزل عما جرى في السابع من أكتوبر أنا قلت بقى تحت أي اسم وتحت أي شعار يعني ساعات المنظمات بتغير أسماءها تعضع جزء من الإسم القديم وإسم جديد نعم رجال من الصف الثالث يقوموا في الصف الأول يعني فيه أدوات مختلفة لكن حركة حماس بالنظر إلى أيدولوجيتها وفكرها هل تستطيع أنه مثلاً تقول نحن نعترف بإسرائيل كما جرى في تلاتة وتسعين بين المنظمة وإسرائيل يتم البناء على حل الدولتين تعترف بكل منجزات أوسلو هناك 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 عنشان قلت بقى تصريحات يعني حضرت كده في وقت من الوقات المشعل في بيروت قال نحن نعترف بحل الدولتين وإسمعين هنية كذلك مرة واحدة وربما على خجل أو استحياء أو تحت ضغوط معينة لذلك أنا أشرت تحديداً أنه يقال بشكل واضح وبدون سياغات دبلوماسية نحن نقبل أسلو نحن نعترف بأن المنظمة التحليل هي المظلة اللي إحنا كفله لأن المنظمة التحليل هي الهيئة الوحيدة المعترف بها دولياً والسلطة الوطنية إذن يعني إحنا في ظروف صعبة لوحدها فلا ينبغي أن نعقد الأمور على الشعب الفلسطيني في ظل الظروف اللي تحددك قلتها ظروف الحصار والتجويع والقهل إلى آخره في الواقع هذا دكتور هل تتوقع أن حركة حماس بإدارتها لملف التفاوض فيما يتعلق بالمحتجزين لديها من الإسرائيليين إضافة إلى الفصائل الأخرى هل يأخذون بعين الاعتبار هذه المسألة مسألة الحفاظ على الكيانية الفلسطينية على الوجود الفلسطيني في الأرض سواء كان في قطاع غزة والضفة الغربية هل لديهم رؤية مستقبلية في مآلات الأوضاع باعتقادك أم من نظر فقط إلى هذه المرحلة كيف ستنتهي شوف حتى الآن حماس قيدة حماس في غزة أدارت المعركة السياسية والإعلامية بزكاء واقتضار شوف التصريحات بتاعة أبو عبيدة لما شوف الفيديوهات هم يطلعوها لما شوف كيف عملوا المحتجزين الإسرائيليين في فترة الاحتجاز وإزاي المحتجين الخارجين لبسين نظيف شكله كذا شكله كذا في براعة براعة ونجاح لا أستطيع أن أجيب عما إذا كان هناك رؤية سياسية للمستقبل طبعا أشك في هذا المقاتلين مقاتلين وليس من وظيفتهم مثل هذا الأمر لكن هذه الحرب طاولة المفاوضات يعني كل الحروب التي شنت تاريخيا كان هناك طاولة مفاوضات يجلس عليها طريقا النخبة السياسية والمدنية من حماس اللي تقوم بهذا يعني عايز أقول إسماعيل هنية مشعل يعني القادة السياسيين اللي حركة حماس وهم مدركين عبعاد الموقف الدولي والإقليمي وعرفين القيود على القضية الفلسطينية النهاردة بقدر الأفاق المفتوحة في قيود وفي أفاق يستطيع ومن خلال اتصالتهم بمصر نعم حيث يمكن تدبر الأفاق المختلفة المصارات الآمنة يعني المطلوب في النهاية المطلوب إيه حضرتكم واحد وقف القتال اثنين المعونات الإغاثية ثلاثة ثلاثة بدء مصار تفاوضي محدش عايز ياخد قد إيه ينتهي بدولة فلسطينية بس خبالك المعوقات كثيرة جدا أنا استغربت النهاردة حازم على ديفيد كاميرون بعد ما قابل وزير سامح شوكري وقابل رئيس الجمهورية كان أحد تصريحاته بعد قال لاني أستبعد حل الدولتين أو لقد أصبح حل الدولتين أكثر ابتعاد أنا معرشه بيقول إيه طبعا قد يكون رأيه أنه في ظل هذا والعواطف جياشة والعدوات مستعرة إنه حل الدولتين مستقع لا يبقى حل الدولتين حل الدولة ما في دولة موجودة إقامة الدولة الفلسطينية حقهم في تقرير المصير الحلم الفلسطيني قامت الدولة منذ ثلاثة وتسعين حتى الآن لم يتحق وبدون هذا لن يكون هناك سلم في فلسطين ولا في إسرائيل يعني هو الحل الوحيد دكتور حل الدولتين هو الحل الوحيد يعني مثلا كل الحلول والأفكار عقمت على إنجاح حلول أخرى أو اجتراح حتى حلول أخرى تقدم على طاولة المفاوضات حولك الحل الآخر الحل الآخر اللي أصلا حركة فتحه دقت بيه دولة واحدة دولة واحدة من النهر للبحر دولة واحدة بجنسية واحدة بحقوق وواجبات متساوية مع الإسرائيليين أي أن أنت في دولة واحدة يعيش فيها الفلسطينيون والإسرائيليون جمد إلى جمد في موطنة واحدة حقوق وبعض المفاقير الإسرائيليين بيطرحوا هذا بحكم قانون الهوية اليهودية في استحالة لهذا اللي هو اعتبر مش إن إسرائيل دولة اليهود اللي دولة اليهود ممكن فيها عرب وفيها أرض الشعبين لا هو اعتبرها أرض الشعبين وعلى من يعيش فيها أن يقبل بأنه يعيش فيه أرض دولة اليهود كما يجري مع قرابة مليوني فلسطيني في داخل إسرائيل اليوم يتمتعون ربما بعض الحقوق وأيضا عليهم الواجبات الكثيرة من أجل بقائهم وتمسكهم بأرضهم ما بعد 48 حتى اليوم ولكن دعنا نتحدث دكتور الآن عن السلطة الوطنية الفلسطينية في هذا المشهد المتصاعد حرب كما أشرت ليس فقط الأمر مقتصر على قطاع غزة إنما على الضفة الغربية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الرئيس الفلسطيني إضافة إلى أعضاء الحكومة والحكومة أعضاء المجلس المركزي أعضاء اللجنة التنفيذية والمجلس الوطني كل القيادة الفلسطينية الحالية وهم بالعشرات أين هم من هذا المشهد في الضفة الغربية وقطاع غزة؟ يعني يحمد لهذه القيادة إن قالت فاست إن حماس هي فصيله مقاومة فلسطينية إن حماس جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني وأننا نقف بالدعم والتأييد لحماس هذا القدر موقف مشكور ومحمود وليس جميعهم بالمناسبة دكتور في بعض الأحيان المظاهرات اللي خرجت لدعم حماس لم تستكمل مسيرتها بسبب تدخلات هنا وهناك بس أحيانا المظاهرات بعنيفة وقوية بيتطرق طبعا الإنسان بيدرك إن المنظمة لها التزامات تعقدية مع إسرائيل وبيقدر يعني نحن نفهم هذا وإن فيه قيود أو ضوابط على حركتها إنما الأهم من هذا أخي حازم فكرة إصلاح السلطة الفلسطينية يعني التعبير اللي كان يستخدمه الرئيس بايدن سلطة فلسطينية متجددة يعني أنا بقى أتحرك في هذه الظروف إن أفصل في هذا لكن واحد بيقرأ تقارير فلسطينية وآراء لكتاب فلسطينيين يعني بيتحدثوا عن أننا إذا بداية دولة تحمل الكثير من مثالب وسوقات الدول العربية الأخرى ماذا تقصد بذلك؟ في مجال سلطات الأمن في مجال اختلاط الثروة بالسلطة في مجال استغلال النفوذ الحكومي أو السياسي في مجال مكافحة الفساد يعني ولك تقارير كثيرة بهذه الأمور وأعتقد إذا كنا بنتكلم على دولة فلسطينية تقولت حلم فلسطيني وأنا يعني أن حياتي كلها ارتبطت بالقضية الفلسطينية يعني كل أبناء جيلي يعني جيلي اللي ولد في الأربعينات يعني وعينا السياسي ستة وخمسين وسبعة وستين عايشتم كل النكبات والأزمات وثورة الحجرة الأولى فالإنسان إذا انتهده كله إن الفكرة إن إحنا حلنتها بسا يعني نتمنى إن الدولة دولة فلسطين لا تكون فقط إضافة كمية للدول العربية الأخرى إنما إضافة نوعية ما المطلوب لإنجاح ذلك باعتقادك؟ دولة ديمقراطية دولة تسمح لكل الفرق الفلسطينية الملتزمة بالدستور اللي هو اتوضع أو بالقانون الأساسي بالمشاركة اللي يوجد إبعاد أو إقصاء لأحد بذات الشخص؟ لا حتى نصلح السلطة مثلاً وإصلاح الوضع القائم ما فيه يا أخي حازم ما هو ربنا سبحانه وتعني إنت بتصل ساعات السن بقى لابد أن إنت تعتزل أو تتقاعد أو تلاعي يعني وأهل مكة أدرة بيشعى بها يعني إنما يعني أنا بصراحة متحرك يعني مش بدي لنفسي فرصة أنا أي ملجم نفسي يعني لماذا؟ الأمور الآن واضحة تريد أن تتحدث عن رئيس الفلسطيني محمود عباس يبلغ من عمر 86 عاماً وهو أصلاً رد على مطالبات الولايات المتحدة وبعض الدول إنه هناك سلطة متجددة وإدخال بعض التعديلات وما إلى ذلك رد وقال إنه بالإمكان نعم إصلاح منظمة التحرير أو حتى السلطة فلسطينية وبالإمكان العمل على إيجاد ربما بدائل للوضع القائم لكن لم يصرح أنه ربما يسلم الرايا لجيل جديد فلسطينية هذا ما أنا أتمنى هذا ما أنا أتمنى إنه يعني إن قادة المنظمة نعم ومجدد يعني أنا برضو عايز أقول ده مش معناه إنه هم ناس وحشين وعايزين لمشي مش خناءة مش عركة يعني قاموا بأدوارهم في مرحلة معينة وقال عليهم ضغوط شكراً جزيلاً في مرحلة جديدة تتطلب أفكار جديدة ممارسات سياسية واجتماعية جديدة تتطلب بشكل أخر من المفاوضات مع العالم ككل ومع إسرائيل تتطلب أشخاص جدد يعني باختصار هذا المشهد لكن الواقع صعب لتنفيذ ذلك ويحتاج ربما سنوات سبعة عشر عاماً والقضية الفلسطينية على حالها منذ الانقسام ما بين حركتي فتح وحماس وهناك أمال كثيرة منعقدة في هذه المرحلة على أن تكون الحرب هي نهاية هذه السنوات العجاب والبدء بمرحلة جديدة فلسطينية هذا اعتقادي وإيماني هذا اعتقادي وإيماني نعم أنا كان صديقي علي رحمة الله عمر سليمان بطير المخابرات المصرية يعني كنا يعني العمل الحكومي جمعنا مع بعض فكنت أذهب إليه ويحكي لي أنه هو لعب دور رئيسي في عملية الوساطة والتقريب بين الفصائل الفلسطينية المختلفة نعم وقعد سنوات وكان يعني يخبرني أنه في النهاية لا يوجد سبب موضوعي موضوعي للخلاف أنه في النهاية يعني إحنا الآن مش في مجال الإيديولوجية السياسية نحن في مرحلة تحرير أرض وفي مجال تحرير وطن نعم في النهاية للأسف الشديد خلافات مصالح تقاسم سلطة تقاسم سلطة صراع على النفوس أعتقد أن الثمن اللي دفعوا الشعب الفلسطيني في هذه المعركة والثمن اللي دفعوا أهالي الدفاة الغربية يعني كفيل من أي قائد فلسطيني أو قيادة فلسطينية يعني الواعز الأخلاقي والديني والسياسي وفي النهاية السياسي إنه إذا أردنا أن يعني ننقذ نعم ونرفع هذه الأشياء عن كهة الشعب الفلسطيني لابد من برنامج سياسي فلسطيني موحد جبه التحرير منظمة التحرير الفلسطينية تجمع كل الناس وأسس لنظام حكم فلسطيني مستنير وعادل تتوقع ذلك قريباً لا قريباً لا حتى مع انتهاء الحرب حتى مع انتهاء الحرب لا يمكن أن أنت تنتقل فجأة من حالة الحرب دي يعني سيبقى فيه حاجات عاجلة مصحلة انتقالية على الأقل وحتى بس يعني أخي الكريم يعني انتشار الأمراض فصل الشتاء الساق يعني فيه حاجات عاجلة انقذ نساء انقذ أطفال فيه أولويات الآن الأولى دي أنا مش عايزه بقى يتحدد في بودة الدقيق لأخيره لكن ده وكن تمشي في كل المسارات في نفس الوقت في كل المسارات في نفس الوقت بالتوازي بالتوازي يعني وخف إطلاق النار عملية إغاثية بعض مشروعات عادت التعمير يعني أساسا الطرق المدمرة البنية التحتية الأساسية عودة فتح المستشفيات عودة فتح المدارس اللي بيكون لستمبر وأكتوبر الجاي العام الدراسي الجاي حد أدنى من عودة مقاومات الحياة إلى الشعب الفلسطيني في نفس الوقت إذا اتفقنا على أولا أي كلام على موصاية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة مرفوض تمام غزة حيحكمها حيديرها الفلسطينيون السؤال يبقى إزاي وإمتى وكذا وضوابط لهذا الحكم ثم بقى التدرج لدولة فلسطينية المؤتمر ده أحد توصيات مؤتمر القمة العربية الإسلامية اللي انعقد في السعودية يوم حداشر نوفمبر وأنا رأي المؤتمر ده ماخدش حظه توصياته كلها ماخدتش حظها كتبت مقالة في الأهرام نعم أحد التوصيات إيه الدعوة إلى مؤتمر دولي ليه بحث بحث تطبيق القرارات الدولية الأمم المتحدة الشرعية الدولية بالنسبة ليه بالنسبة ليه قضية فلسطينية يكون هدف هذا المؤتمر إقامة الدولة الفلسطينية تمام تمام لكن الحال الآن والطريق ده الهدف الطريق من النقطة اللي احنا فيها إلى هذا الهدف وأنت تتحدث إلينا الآن هناك خبر عاجل وصلنا مغادرة جنود لواء قولاني من قطاع غزة وذلك لإعادة تنظيم الصفوف وفق وسائل الإعلام الإسرائيلية قبل ذلك كان الحديث عن لواء المظليين اليوم لواء قولاني تعرف أنه تكبد خسائر فادحة في عدة مناطق في قطاع غزة أثناء المواجهات مع المقاومة في القطاع ما دلالة ذلك بأعتقاد؟ أولاً الواء ده من أشد الألوية في جيش الإسرائيل نعم وله تاريخ يعود إلى 48 يعني الطنبورة هو اللي وقد اللي عشتها عارف قرية الطنبورة طبعاً اللي وقد ده الضباط وجنوده قاموا بهذه المسبحة أمم فله تاريخ في الحروب كلها أمم أنا بس حذر أممم يعني في احتمال أن يكون هذا القرار لإعادة تنظيم الصفوف أممم والعودة مرة أخرى قد يكون خلق مناخ أكثر مواتياً لفكرة الهدنة وأن إحنا فعلاً أهو بنقلل من كثافة أسنى بقى لما أشوف حجم طلعات الطيران هتستمروا ولا لا شكل ونوع القصف الجوي حيبقى شكله إيه النهاردة بالليل وبكرة إنما أخذ هذا يعني إيه شيء آآ يشير إلى تطور جزئي في الموقف الإسرائيلي علينا أن ننتظر لنرى هل يكتمل أم لا نعم إذن ربما يكون هناك تكتيكات جديدة للجيش الاحتلال في ضوء هذه العملية المستمرة برياً سواء كان في شمال القطاع أو في مدينة خانيونس على وجه التحديد وكان هناك حديث طبعاً قبل أيام كما تابعنا عن مغادرة بعض جنود من لواء المظليين قطاع غزة واليوم الحديث وفق القناة الثالثة عشر الإسرائيلية جنود القولاني غادروا غزة لإعادة تنظيم صفوفهم والاستعداد على ما يبدو للمرحلة الثالثة التي تتحدث عنها إسرائيل بعد معركة خانيونس وهي إجراء عمليات جراحية عسكرياً وفق التعبير الإسرائيلي لكن دعني أختم معك الدكتور في هذه التغطية بملف متعلق بإسرائيل ما السيناريو المتوقع والأقرب خلال الأيام المقبلة مع نهاية هذا العام نتحدث عشرة أيام ستمر صعبة بالتأكيد على السياسيين العسكريين في إسرائيل كما الخمسة وسبعين يوماً الماضية جيش لم ينجح في تحقيق انتصارات محددة نعم تتعلق بالأهداف اللي حطاه الهداف إيه؟ واحد تصفية البنية العسكرية لحركة حماس الاتنين الإفراج عن المحتجزين الاتنين ما حصلوش وزي ما تسكر تكلمت أنت مع الدكتور على الضيف والكلام إنه بقى قاعده إنه قاعد على كرسي ومش عارفه إيه؟ نعم الصور بتاعت مبارح بتوري فإذا استمرار الفشل الاستخباراتي لما في حالة ارتباك ارتباك مش سبب أنهم ضعفة سبب أنهم يواجهوا مواقف لم يكونوا قد توقعوها انت طول ما انت بتتحرك وفي مواقف صعبة لكن انت بتوقعها مفيش مشكلة المشكلة الحقيقية تأتي عندما تواجه بموقف أنت لم تتوقعه وبالتالي أنت لا تعرف كيف يتم التعامل معه الفشل العسكري والاستخبارات الإسرائيلي مستمرة اتنين استمرار مظاهرات الأسر أسر المحتجزين على بيته على البرلمان الإسرائيلي نعم استمرار انخفاض شعبية نتانياهو في استقصاط الرأي العام الأزمة الاقتصادية كبيرة في إسرائيل وربما تستحق تعامل خاص سواء في قيمة الشكل في البنوك تعاملات مع بالدولار الأجنبي تعامل متوقفة حجم التضخم حياة شبه مشلول اقتصادياً نعم تقارير داخلية نعم وبالتالي عدد اللي ممكن نسميهم بين هلين كده اللاجئين الإسرائيليين اللي هم على الحدود اللبنانية وعلى غلاف غزة هم في ثنادق الآن وتتكلف الدولة توفير حماية لهم نعم فأنا بقول إسرائيل أيضاً في موقف صعب إسرائيل أنا اعتقادي الشخصي التصعيد الكبير ده الجزء منه محاولة من نتانياهو بنقبل معاه إبراء زمتهم قبل إنهاء الحرب نعم إن هم أرادوا إن هم يعملوا عمل بطولي بين هلالين بحيث لما يقفوا أمام المحاكمة بعد كده إنت حتتوقع عندما تنتهي الحرب انتخابات في إسرائيل في إسرائيل وأيضاً محاسبات ومحاسبات أشكرك شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً لك انتهى وقت المقابلة سعدنا كثيراً بلقائك في هذه الحلقة دكتور علي الدين هلال الوزير السابق وأستاذ العلوم السياسية شرفتنا جداً في هذه التغطية شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً أخي حاسم شكراً في أمان الله